القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا قبل عشرين عاما في ولدشبل انقلبت أحوال عائلة براقي رأسا على عقب فقد قتل رب الأسرة ومعيلها عبد الرحمن براقي بعدة طعنات وجهها إليه اثنان من أبناء جاره موسى بخضرة حدث ذلك قبل مغرب الخامس من رمضان من العام تسعة وتسعين تسعمائة وألف بعد أن احتد النقاش حول الحدود بين قطعتين أرضيتين تعودان للعائلتين كان عبد الرحمن براقي يؤكد بأن تلك الحدود تم رسمها بعد اتفاق بينه وموسى بخضرة الذي توفي عامين من قبل تعالت الأصوات بالشتم المتبادل تجمع الشهادات التي تم الحصول عليها على أن عبد الرحمن انسحب وقصد منزله الذي يبعد عن القطعتين الأرضيتين بنصف كيلومتر وتقول بعض تلك الشهادات إن العربي والمصطفى ابن موسى بخضرة شهدى وهما يغادران المكان كانت حليمة زوجة عبد الرحمن تعد وجبة الإفطار بينما ولداها سليمان ويوسف يلعبان بالقرب من باب المنزل كان سليمان وهو الأكبر في الخامسة وشقيقه يوشك من إتمام السنة الثالثة من عمره اعتادت الزوجة الشابة أن يعود زوجها من العرصة بعيد العصر ولكنه تأخر في ذلك اليوم انتظرت طويلا ثم رفع آذان المغرب وخلت الشوارع من المارة لم تعد تستطيع أن تكتم القلق الذي اجتاحها قدمت لولديها بعض الطعام وخرجت تريد إلى منزل عمهما أحمد الذي لا يبعد كثيرا كان على مائدة الإفطار مع زوجته وأولاده لما أبلغته بغياب عبد الرحمن نهض وخرج يبحث عن شقيقه الشوارع خالية وليس هناك من يسأله ثم إنه في بحفه سلك الطريق المؤدية إلى العرصة قبل أن يصل وجهته كان الاكتشاف الرهيب شقيقه عبد الرحمن مجندل على الأرض وحوله بقع دم كبيرة إنحن عليه لاحظ أنه لا يزال على قيد الحياة حاول أن يحمله سمعه يقول بصوت فيه حشرجة وتقطع خضرة ثم فقد وعيه حمله أحمد يحاول أن يسرع الخطى ولما بلغ الطريق المعبدة سادف مرور شاحنة لوح للسائق وكان معه شخص آخر يطلب منه التوقف توقفت الشاحنة وجاء الرجلان يسرعان مدده على الطريق لا يكاد يستطيع الكلام أنفاسه تتسارع تقدم أحد الرجلين وكان الأكبر سنا جس نبض عبد الرحمن التفت إلى أحمد وقال إنه ميت عزاه دون أن يسأله عن قرابته إليه عاد الرجلان إلى الشاحنة التي ما لبثة انطلقت خلع أحمد عباءته وغطى جثة شقيقه عبد الرحمن عليه أن ينتظر من يساعده في حمله إلى منزله الشارع خال من المرة ثم إنه شاهد سيارة للدرك تقبل توقفت عنده نزل أحد الدركيين وأزاح العباءة عن وجه الميت كان أحمد مذهولا ما حدث كارثة حقيقية أصابت أسرة شقيقه وعائلة براق كلها سيدرك أحمد لاحقا أن سائق الشاحنة هو من أبلغ الدرك بعد صلاة عشاء ذلك اليوم المشهود سرت في الحي أخبار تحكي المشادة الكلامية التي وقعت بين عبد الرحمن وابني موسى بخدرة العرب والمصطفى كل الروايات كانت تميل إلى أنهما قاتل عبد الرحمن وما كان يعزز تلك الروايات أن الرجلين اختفي ولم يظهر لهما أثر منذ مساء ذلك اليوم الرمضاني لم تكن متوافرة شهادات حول اللحظة التي قتل فيها عبد الرحمن بعدة طعنات في الصدر زار الباحثون من الدرك الوطني الجزائري منزل عائلة بوخدرة عدة مرات وأقيمت محاكمة غاب عنها المتهمان الرئيسان ثم تاه الملف في دهاليز القضاء التي تغرقها كثرة الملفات التي تراكمت منذ سنوات القتل تلك التي توصف حينا بالعشرية السوداء وحينا آخر بالحرب الأهلية لما وري جثمان عبد الرحمن الثرى في مقبرة ولد شبل صارت للحياة في بيته وطيرة تختلف عما كان عليه الحال صارت حليمة التي ترملت وهي في عز شبابها تتولى أمور ابنيها وكانت تقوم بكل أعمال الزراعة في تلك العرصة سبب النزاع مع أبناء بوخدرة كبرت طفلان سليمان ويوسف ومن تلك الحكايات التي كانت ترويها لهما كل مساء اكتملت لديهما صورة تلك النهاية المأساوية لوالدهما عبد الرحمن وسكنهما هاجس الثأر لمقتله ظل يعتبران أن ابني موسى بوخدرة هما السبب في عدم قدرتهما على متابعة دراستهما وفي كل البؤس الذي قاسماه والدتهما كان يتقصيان أخبار المصطفى والعربي الذين لم يعود إلى الجزائر بعد الجريمة التي اقترفاها وكذلك علما أن العربي يوجد في إسبانيا وأن شقيقه المصطفى رحل إلى إنجلترا كان سليمان في الخامسة والعشرين بينما شقيقه في الثالثة والعشرين تعلموا والدتهما أنهما مصممان على قتل من قتل والدهما وتسبب في كل مآسيهم وكان الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه وهو يقف على قبر والده وفي حضور والدته مما جعله يرفض الزواج كان كثيرا ما يقول لأمه إنه سيمضي يوما ما ولن يعود إلا ومعه ومعه رأس أحد القاتلين علم من وسوسات دارت بين أبناء الحي أن العرب بخضرة يوجد في مدينة إشبيلية في إسبانيا وأنه يملك مطعما للوجبات الخفيفة يدر عليه أرباحا وفيرة ذاك ما كان يروج وقد رأى سليمان في تلك الأخبار ما يكفيه لبناء خطة محكمة توصله إلى هذا المجرم الهارب ليقتله حتى يستريح والده في قبره كانت تلك لازمة لكل أحاديفه عن مقتل والده قبل عشرين عاما في إشبيلية في زقاق صغير في محيط الجامع الكبير ذاك الذي حوله الإسبان إلى كاتدرائية يوجد مطعم صغير يقدم واجبات سريعة يعرف بمطعم الجزائري كان ما يجلب إليه الزبائن وأغلبهم من المغاربيين المقيمين في إشبيلية أنه يقدم واجبات مغاربية منها الكسكس يذكر كثيرون من زبائن مطعم الجزائري كيف كانت بداياته متواضعة كل يوم يجلس العربي عند الصندوق لم يعد يتولى خدمة الزبائن مباشرة منذ سنواتنا الآن وشغل معه ثلاثة أشخاص من المغاربيين لم يكن من بينهم جزائري تزوج من إسبانية وله منها ولدان عدى ذلك لم يكن الناس يعلمون المزيد عن هذا الجزائري الذي لم يعد إلى بلاده منذ عقدين الآن في تلك الفترة توفيت والدته ولم يحضر جنازتها كما لم يحضرها شقيقه وشريكه في الجريمة لا يخفي سليمان عدم ثقته في قضاء بلاده ملف مقتل والده طوي وأودع رفوف النسيان والأحكام التي تم النطق بها تنتظر عودة المتهمين لتنفيذها إن نفذت قرر توجه إلى إسبانيا إلى مدينة إشبيلية للبحث عن أحد قاتلي والده لم يكن الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا أمرا يسيرا ولذلك مال إلى خيار شبكات تهريب البشر لم تكن والدته تعارضه بل كانت تحثه على عدم الإفراط في المخاطرة في أعماقها ما يثلج الصدر حين تحدث نفسها وتقول ها هو ابن عبد الرحمن رجلا قادرا على الأخذ بثأر والده تحس بأنها كسبت جزءا كبيرا من معركتها معركة حياتها ترى أن في ذلك الثأر الآتي انتقام لها أيضا هي التي فقدت الزوج وضعت منها أجمل سنوات العمر لم يكن سليمان قد رأى من قبل العربي ولا شقيقه المصطفى بل إنه يظن أن الوصف الذي وصف له قد يكون متجاوزا حاولت أمه أن تحصل على صورة له عبر جارات لها كن تقمن علاقة ود مع عائلة بوخضرة وقد تمكنت إحداهن وكانت تطمح إلى أن يتزوج سليمان ابنتها البكر من الحصول على صورة للشقيقين الهاربين العربي والمصطفى كان قد بعث بها إلى والدتهما قبل عدة سنوات لم تكن صورة واضحة بما يكفي ولكن سليمان أخذها وظل يحتفظ بها كان يخرجها من حين إلى آخر ويدقق فيها النظر يريد أن ترسخ في ذهنه ملامح القاتلين ظن سليمان أن السبيل الأقرب إلى إسبانيا أن يتسلل إلى المغرب ومن ثم يحاول التسلل إلى مليلية المحتلة تمكن من ربط الاتصال بسمصار يعمل لإحدى شبكات تهريب البشر في مدينة وهران وقد عرض عليه أن يبلغه الضفة الإسبانية لقاء ألفي دولار كان السمصار مصرا على أن يكون الدفع بالعملة الصعبة ورفض كل نقاش حول الثمن رأى سليمان أن فيما يعرض سمصار تهريب البشر ما يقرب المسافة بينه والثأر لدم أبيه لما عرض الأمر على والدته لم تتردد في بيع ما بقي لديها من حلي بل إنها اقتردت مبلغا من المال من قريب لها لتوفر ثمن رحلة الانتقام في السوق السوداء لم يكن أمرا صعبا شراء الدولار لما تم الدفع أحضر السمصار لسليمان أوراقا زائفة تجعل منه بحارا على متن سفينة تجارية وفي اليوم المعلوم حضر سليمان ومعه متاع خفيف كان السمصار حاضرا عند سلم الباخرة قدمه لشخص قال إنه كبير البحارة بعد ساعتين أو ما يقرب من ذلك كانت تلك الباخرة التجارية تبحر من ميناء وهران إلى ألميريا بالجنوب الإسباني كان عليه أن يختبئ في عنبر السفينة في مكان عند مستوى المحركات وقد وعده الذي تولى أمره بأنه سيساعده على الخروج من الميناء وأنه بعد ذلك سيكون على استعداد ليحلف بأغلظ الأيمان أنه لا يعرفه وأنه لم يسبق له أن رأاه لما رست الباخرة في ميناء ألميريا نزل ومعه الرجل الذي قدم له بأنه كبير البحارة في مكتب من المكاتب في الميناء بتلك الوثائق الزائفة تمكن من الحصول على رخصة للخروج من الميناء كانت تأشيرة خروج مدتها ثلاثة أيام هي المدة التي ستظل فيها الباخرة راسية في ميناء ألميريا لما خرج ودعه بعد أن دله على الحافلة التي ستقله إلى المحطة الطرقية ثم اختفى على متن تلك الحافلة التقى شابا مغربيا اسمه خالد العافية وكان هو الآخر يريد التوجه إلى إشبيلية من حسن حظهما أنهما وصل المحطة الطرقية ساعة قبل أن تنطلق الحافلة المتجهة إلى إشبيلية كانت الساعة تشير إلى الرابعة والربع عصرا استغرقت الرحلة نحو ست ساعات ووصل إلى إشبيلية ليلا كان خالد طالبا في كلية الطب يسكن إشبيلية منذ عامين وظن أن سليمان براقي مهاجر جديد يبحث عن عمل وإقامة في إسبانيا خلال تلك الرحلة حاول سليمان أن يعرف منه بعض الأشياء عن الحياة في إشبيلية وكان مما سأله عنه الأماكن التي يمكنه أن يجد فيها المطاعم التي تقدم الأكل الحلال وكان في جملة الأماكن التي ذكرها الشاب المغربي تلك المطاعم الصغيرة التي توجد في منطقة جامع إشبيلية سياحية التي يسهل الوصول إليها لما وصل ودع الشاب المغربي سليمان الذي صار عليه الآن أن يتدبر أمره لقد صار يواجه واقعا جديدا وجهله باللغة الإسبانية مما لا ييسر له المهمة التي جاء من أجلها لما خرج من المحطة الطرقية بلاسا دي أرماس مشى في الشارع على غير هدى ولا وجهة معلومة يسل النفس بأن في مشيه ذاك اكتشاف للمدينة أحس ببعض العياء قصد إلى حديقة عمومية وتمدد على كرسي متوسدا حقيبته كذلك يفعل كثيرون ممن لا سكن قار لهم في الصباح فرك عينيه وحمل حقيبته يريد الذهاب إلى جامع إشبيلية وكان الشاب المغربي قد قال له إن الإسبان يسمونها لكاتدرال اكتشف أنه لم يكن بعيدا عنها كانت الصومعة تذكره بصوامع مساجد المسلمين في تلك المنطقة حركة دائبة توغل في الأزقة المقابلة مستكشفا رأى وجوها تشبه الوجوه التي ألفها في الجزائر استوقف أحدهم يسأله عن مطعم يقدم الأكلات الحلال كان مغربيا مقيما في إشبيلية دله على المكان بل إنه رافقه إلى أن صار قريبا من تلك المطاعم مر من أمام بعض المحال التي تقدم الشوارمة وأخرى تعرض مأكولات مختلفة ثم وقف عند مطعم صغير في مدخله ثلاث طاولات صغيرة تناول وجبته الأولى في ذلك المطعم قرر أن يعود إليه مساء أمضى بقية النهار متجولا لا يبتعد عن محيط لاخيرالدا جامع إشبيلية في المساء توجه إلى ذلك المطعم وهو في الطريق على بعد دكانين لفت انتباهه وجه رجل يقف في باب مطعم يقدم الدجاج المشوي تظهر بالنظر إلى ما يعرض من طعام واسترق نظرات عن قرب إلى وجه ذلك الرجل سريعا أيقن أنه العرب بخضرى قاتل أبيه أحس بشحنة كهربائية قوية تكتسح جسده ولكنه تماسك وانصرف عاد إلى الشارع الكبير واقتعد كرسيا ها هو الآن على بعد خطوات من الرجل الذي قتل والده قبل عشرين عاما يعلم أن كل تحرك خاطئ قد يكلفه حياته ولذلك رأى أن يتخذ سبيلا مختلفا ليكون أقرب إلى العرب حتى إذا ما وجه إليه الضربة التي جاء من أجلها كانت القاضية في اليوم التالي عاد إلى ذلك المطعم متظاهرا بأنه طالب عمل كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى هذا الرجل الذي يسعى إلى قتله ثأرا لدم أبيه لما أخبره بأنه من الجزائر التمع في عيني العرب ما يشي بالحنين إلى بلده لما سأله من أي جهة في الجزائر هو أبلغه بأنه من وهران وافق العرب على إيوائه في مطعمه إلى أن يرى إمكانية تشغيله في خلفية المطعم أعد له فراشا لما أقفل المطعم وآوى سليمان إلى ذلك الركن الضيق أمضى ليله يفكر في الطريق التي تمكنه من تنفيذ المهمة التي جاء من أجلها بسرعة في الصباح الباكر كان العرب أول من جاء إلى المطعم لما فتح الباب وجد سليمان واقفا أمامه كان الزقاق خاليا من المرة على طاولة قريبة سكين طويلة من النوع الجيد كان العرب يعد فنجان قهوة وفي فمه سيجارة ملأ دخانها المكان لما أيقن سليمان أن لا أحد في الجوار أمسك بالمدية الطويلة وأخفاها وراء ظهره تقدم نحو العرب وأمسكه من شعر رأسه ومرر السكين على عنقه حتى كاد يقطع رأسه رأاه يخر على الأرض حمل حقيبته أغلق الباب وذاب في الزقاق بعد نصف ساعة اكتشفه المستخدمون جثة هامدة وانطلقت الشرطة تبحث عن الفاعل من شهادات العاملين في المطعم ظهرت ملامح غير واضحة لسليمان ولأنه دخل إسبانيا بهوية زائفة لم يتمكن من العثور عليها بعد شهرين ظهر في أولاد شبل وكان قد سبقه إليها خبر مقتل العرب بن موسى بوخضرة أحد قاتلي أبيه لم يعقب على تلك الأخبار وزعم أنه خلال غيابه كان في العاصمة يعمل في مقاولة للبناء كان يخشى أن يقوم من عائلة بوخضرة من يريد الثار مرت عدة أشهر وسمعت حليم ابنها الأصغر يوسف يقول إنه يريد الذهاب إلى إنجلتيرا نظرت إليه أدركت أنه يفكر في الانتقام قالت له واحد يكفي فما في كل مرة تسلم الجرى ترجمة نانسي قنقر